أزمة تعيشها الكويت والوطن يدفع ثمنها كل يوم أو كل شهر الكويت فيها عجز مليار دينار يعني عندنا عجز مالي مليار دينار ما يعني أن الوضع الاقتصادي بالكويت يحتاج وقفه ووقفه جادة ملفات فساد بدأت تظهر بعدها بعضها صار فيها إجرات والبعض الآخر يحتاج متابعة ومراقبة من الشعب بيت الأمة وهذا الملف ومواجهة الفساد مستمرين فيه لا شك أزمات يعيشها المواطن احتياجات اليومية سكن صحة ونعيش أزمة صحة تعليم ونعيش أزمة تعليم وامتحانات الثنوية العامة وما المفروض عمله هذه الملفات مجتمعة تحتاج منها حقيقة وقفة جادة لإصلاحها وإصلاح هذا الخلب وأمام الأزمة الخانقة السياسية التي نعيشها لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نحل هذه المشاكل العالقة من مواجهة فساد وكذلك ما يحتاجه المواطن من احتياجات هي بطبيعة الحال احتياجات قائمة وإحتياجات يحتاجها كل أو تحتاجها كل أسرة وأنا هذا الكلام قلت الخروج من الأزمة السياسية التي نعيشها قلت في الجلسة الماضية الخروج من هذه الأزمة بيد سمو رئيس مجلس الوزراء بخالد عليك أن تواجه الاستجواب عليك أن تطبق اللائحة تطبيق اللائحة لديك أسبوعان وبعدها ممكن تحصل بموافقة المجلس أسبوعين آخرين لا يمكن القبول بالتجاوز على الدستور واللائحة لا يمكن القبول أن يتم تحصين رئيس مجلس الوزراء لسنتين هذا الكلام لا يمكن القبول فيه لأننا أقسمنا على احترام الدستور وقوانين الدولة والدستور يا أبو خالد يحتم عليك الصعود دي المنصة هذا ليس تحدي أبدا إنما تطبيق للقانون واللائحة والقسم الذي أقسمنا أمام الأمة وبالتالي إذا كنت ياسمو رئيس مجلس الوزراء لديك أغلبية فصعود المنصة واجب وإذا كان لديك أغلبية فأنت تستحقها أما إذا لم تكن هناك أغلبية وبالتالي يجب أن تسمع رأي الشارع فيك إحنا يهمنا تطبيق القانون واللوائح وأنا أرى الخروج من هذه الأزمة تتمثل في صعودك المنصة بالاستجوابات فلا يمكن أن نقبول بأي حال من الأحوال بتأجيل استجواب الفترات غير دستورية ولا يمكن حقيقة أن يستمر هذا الوضع إلا بما ذكرته لك والحل وهو بين يديك وأخيرا أمام هذه الأزمة قد يكون الحل ليس في أروقت مجلس الأمة أو الخلاف النيابي الحكومي قد يكون الحل عند القيادة السياسية فإذا كان الحل هو الحل أي إذا كان حل هذه الأزمة السياسية هو حل مجلس الأمة والعودة مجددا للصناديق ورأي الناس فلا بأس إذ أن من يخشى العودة للصناديق والناس والشعب والشارع لا يستحق تمثيل هذه الأمة